بسم الله الرحمن الرحيم هي ايه معنى كلمة مقاومة؟ معنى كلمة مقاومة يعني ممنعة او معاوقة تعوق الطيار عن مروره في بعض المواد فالمقاومة الكهربية بنقول عليها هي الممانعة التي يلقاها الطيار الكهربي الطيار الكهربي اثناء مروره في موصل الحاجة التانية عايزين نعرف ايه هي انواع المقاومة الكهربية المقاومة الكهربية عندنا منها نوعين اول نوع منهم اسمه المقاومة السابتة المقاومة السابتة دي بتتمثل فيه الاجهزة الكهربية كلها او اي سلك توصيل او اي واير يبقى المقاومة السابتة دي زي اي جهاز من الاجهزة الكهربية عشان كده لما بنجي نجيب مروحة تلاجة تلفزيون خلاط اي حاجة بنلاقي مكتوب عليها من برا البيانات بتاعتها كام وات وكام فولت وكام اوم وهكذا نجي عند النوع التاني من المقاومة الكهربية اللي هو اسمه المقاومة المتغيرة المقاومة المتغيرة بقى اللي هي ايه اللي هي جهاز بنسميه الريوستات المنزلق وده كان موجود عندنا في المعمل وكننا بنشتغل عليه اسناء المدارس الريوستات المنزلق شكله او بيستخدم كمقاومة متغيرة شكله بسرعة كده عامل قاعدة خشبية القاعدة ديت لها عليها حاملين ادي حامل وادي الحامل التاني كده والحامل ده فيه ساق من النحاس الحامل الاول ده فيه ساق من النحاس والحامل والجزء بين الحاملين بالشكل ده وبعدين الجزء السفلي هنلاقي موجود بين الحاملين دول استوانة من الخزف اللي هو زي الصيني كده او الملامين الخزف ده ملفوف عليه سلك او ملف من الالمونيوم طرف الملف خارج من الناحية دي عليه مصمار وصمولة كده عشان نربط فيه مصدر الكهربا ونفس الكلم برضو في الاطراف التاني يبقى هنلاقي طرف كده المصمار وصمولة عشان نربط عليه الكهربا بعد كده بنلاقي الزالك الزالك ده اللي هو بيتحكم احنا ندخل الطيار فين وقد ايه فنلاقي الزالك عبارة عن 3 قطع لو انا خدتوهم بالتفصيل كده وعلى جانب هاخد الحتة اللي من فوق دي ده مصمار بس عازل كهربيا وبعدين دي حلقة معدنية وبعدين ده قابض احنا بنقبط به على الملف الالمونيوم بعد كده لو احنا جينا نستخدم الرويستات ده بيبقى له اكتر من استخدام اول استخدام ليه بنقول استخدام الرويستات المنزلك وكأنه الرويستات المنزلك كمقاومة سابتة بس ايه بس صغيرة لو احنا جينا نشوف دوت هنلاقيه نحاس ولو جينا نشوف الملف ده هنلاقيه الالمونيوم لكن النحاس مقومته اصغر بكتير من الالمونيوم عشان كده لما احب اوصل الرويستات كمقاومة سابتة صغيرة اوصل اجيب الطرف ده اللي هو طرف النحاس مع الطرف ده وابدأ اوصلهم بايه بمصدر للطيار الكهرباء يبقى انا كده وصلت سلك النحاس بس هو ده اللي هيمر فيه الشحنات يبقى معنى كده ان انا استخدمت الرويستات كمقاومة سابتة ولكنها مقاومة صغيرة لان السلك اللي متوصل معايا نحاس هفرض ان مقاومة النحاس ده عبارة مثلا عن 100 اوم دي مقاومة ساق النحاس اللي احنا استخدمناه نيجي عند الحالة التانية هقول برضو ان انا هستخدم الرويستات ولكني هستخدمه كمقاومة سابتة كبيرة كمقاومة سابتة كبيرة لما اجي اشوف بقى هستخدمه ازاي انا عارفة ان المقاومة بتاعته صغيرة سوري المقاومة بتاعته كبيرة اكبر من النحاس عشان كده هجيب طرف الالمونيوم من هنا الطرف ده هجيب طرف الالمونيوم كده والطرف التاني كده هو وبعدين ابدأ اوصلهم بايه اوصلهم بمصدر للطيار الكهرباء يبقى كده الطيار اللي هيدخل من المصدر الكهرباء او من البطارية هيمر بكل اللفات بتاعة ملف الالمونيوم وبعدين يخرج من ناحية التانية وهكذا يبقى ده هيبقى اتجاه مرور الطيار في الملف الالمونيوم وهيبقى طبعا هنا كده شكله ايه؟ شكله كده نيجي نشوف بقى طيب انا عملت هنا عرفت ان انا استخدمته كمقاومة كبيرة هفرض ان انا المقاومة الكبيرة دي مثلا معايا هتبقى 1000 اوم الاستخدام التالت بقى اللي هو استخدام الريوستات رقم 3 رقم 3 انا بقول استخدام الريوستات كمقاومة متغيرة استخدام الريوستات المنزلق كمقاومة ايه؟ كمقاومة متغيرة مش هاستخدمه بقى كمقاومة ستة لما اجي اشوف عشان استخدمه كمقاومة متغيرة انا باعتبر ان الطرفين بتوع النحاس وكأنهم ايدين للريوستات والطرفين بتوع الالمونيوم كأنهم رجلين طيب انا لو هوصل بقى كمقاومة متغيرة هوصل ازاي؟ هوصل ايد ورجل بس خلف خلاف زي ما احنا بنقول كده بالبلد بقول ان انا هوصل طرف من اعلى بس الايمن مع طرف من اسفل بس الايصر يبقى انا كده هقول ايه لما بستخدمه كمقاومة متغيرة يوصل الطرف الاعلى من جهة اليمين مع الطرف الايصر من الاسفل يبقى كده انا عملت ايه؟ يبقى كده انا لو حبيت اوصل اهو هيبقى باللون الازرق هوصل بطارية اهو كده وهوصلها مع الطرف السفلي من الشكل دوت اللي هو من على الشمال وبعدين هجيب الطرف التاني اهو من الطرف العلوي اهو من على اليمين واجيب موصلوه مع البطارية لما اجي اشوف الطيار اللي هيتحرك هيتحرك من القدب الموجب من هنا وهيدخل على السلك ده اهو بالشكل ده هيجي يمر في الملف هيمر في حلقة اتنين تلاتة اربعة وبعدين يلاقي قطعة النحاس اللي هي بتاعة الزالك فيطلع في قطعة النحاس بتاعة الزالك ويكمل في ساق النحاس اللي افقي وبعدين يخرج من الطرف التاني ويكمل على البطارية يبقى كده احنا اخدنا لو فرض مثلا ان الاربع لفات دول هنعتبر ان المقاومة بتاعتهم مثلا خمسمية اوم يبقى كده مر في خمسمية اوم بس من الالف اللي كانت موجودة في ملف النحاس وكمان مر في جزء صغير من المية بتاعة السورين مر بخمسمية بس من الملف من الالف بتاعة الالمونيوم ومر بجزء بس من المية بتاعة النحاس لو فرض ان المية دي اخدنا منها اربعين بس يبقى كأنه هو عملنا مقاومة جديدة المقاومة دي قيمتها خمسمية واربعين مع ان انا ما عنديش ايه؟ ما عنديش خمسمية واربعين الحاجة التانية طب انا عايزة ازود الخمسمية واربعين دي اخليها 600 افك الزالك واحركه بحيث ان انا ازيد من طول السلك لو انا عايزة اصغرها واخليها 500 بس او عايزة اخليها 200 اه ام فكل زالك برضه واصغر طول الملف اللي بيمر فيه الطيار من الالامونيوم وبعدين اكمل من الباقي اكمله من سلك النحاس أو منصق النحاس يبقى أنا كده قدرت أستخدم الرجلسات المنزلك كمقاومة متغيرة. نيجي نشوف دلوقتي إيه هي العوامل التي تتوقف عليها المقاومة يبقى العوامل التي تتوقف عليها المقاومة الكهربائية هلاقي عندي ثلاث عوامل. العامل الأول منهم اسمه طول السلك. طول السلك طول السلك برمزه بالرمز اللي كابيتل وبلاقي مقاومة السلك بتتناسب طردي مع طوله يعني كل ما طوله السلك يزيد كل ما المقاومة يزيد. زي ما أنا بقولك اجري مشوار عشرة متر هتبقى سهلة عليك. لكن لو قلتلك اجري مشوار ألف متر هتبزل مجهود أكتر وهتتعب أكتر يبقى برضو الطيار الكهربائي لما بيمر في سلك طويل بيتعب أكتر ويبزل جهده أكتر ويستهلك طاقة أكتر. عشان كده احنا بنقول لو احنا رسمنا العلاقة البيانية بين الار اللي هي المقاومة هعمل كده مع الطول بتاع السلك هيطلع للناتج بالشكل ده. يبقى كده نعرفت ان مقاومة السلك بتتناسب طردي مع طوله. نيجي نشوف الحالة التانية اللي هي أو العامل التاني اللي هو مساحة مقطع السلك مساحة مقطع السلك أول كلمة من كلمة مساحة اسمها أول حرف منها حرف يبقى أنا باخد كده حرف كرمز للمساحة بس هنا بشوف حاجة المساحة بتاعت السلك دي زي لما يكون طريق ديق وطريق واسع طبيعي لو احنا عندنا طريق ديق خالص شارع صغير خالص وإحنا عايزين نمشي فيه بنتحشر ونتزق ونتخبط في هنا ونتخبط هنا إنما لو أنا عندي شارع واسع خالص بمشي به بمشي مرتاحة معايا عربية ما معايش ببقى مستريحة. يبقى مساحة مقطع السلك لما بتزيد بيرتاح الطيار أكتر الشارع الواسع بيريحني أكتر في الحركة. عشان كده بقول إن المقاومة بتتناسب عكسي مع مساحة المقطع يبقى كل ما تزيد مساحة المقطع المقاومة L والإعاقة L عشان كده بقول إن ده تناسب إيه؟ تناسب عكسي. طيب لو جيت أرسم العلاقة بين المساحة وبين الار. هعمل إيه؟ هقول هذه العلاقة بين الار وبين واحد على المساحة. هيطلع عندي الشكل بالمنظر ده. لكن المساحة عندي ممكن أعود عنها بحاجة تاني إنها بتساوي باي أر تربيع. أرسمول طبعا تربيع. لكن أنا عندي هنا أرسمول تربيع دي اللي هي أر بس أرسمول اللي هي نصف قطر السلك. يبقى لو عندي هنا السلك بالشكل ده كده ودي الدائرة بتاعته نصف قطره اللي هي الحتة دي اللي هي بنسميها أر. يبقى الار بتاعتنا دي لو أنا ربعتها ودربتها في الباي هطلع منها المساحة. طب إحنا كلنا عارفين إن الباي ده مقدار سابت. يعني ممكن يديني نفس الناتج لو أنا قلت بدل واحد على إيه؟ واحد على ار تربيع. بس مش هيديني نفس السلوب. خلي بالكو لما نطلحها من القانون بعد كده هقول لكو عليها. نيجي نشوف دلوقتي العامل رقم تلاتة. العامل رقم تلاتة كمية فيزيائية سابتة بنسميها المقاومة النوعية للسلك. المقاومة النوعية لمين? للسلك. المقاومة النوعية رمزها رو وجنبها حرف لا صغير كده. المقاومة النوعية بتتوقف على عاملين. العامل الاول اللي هو نوع مادة السلك. ده العامل الاول. العامل التاني اللي هو ايه؟ درجة الحرارة. يبقى انا عندي في علاقة قوية جدا وكبيرة بين المقاومة وبين درجة الحرارة. وده هناخده بالتفصيل الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.